السلام عليكم اخوتي اخواتي قديري اللي بس عليكم كنتمنى تكونوا باخر والاخير وبصحة جيدة ان شاء الله ولقاكم هذا الفيديو في احسن احوال بعد واحد الغيبة طويلة مش هالذي ما حطيت لكم شي فيديو هي الظروف وصافي ما تخينيش قاعد الوقت باش نصوروا شي فيديوهات كنتمنى ومن الفق ان شاء الله يكون فيديوهات كتار ان شاء الله وشكرا لها تشجيعت ديكم ولا لي كيسول فيه في الكومنترات شكرا بزاف لي وبدأوا على بركة الله في هذا الفيديو ديالنا ديالي يمكن ما تشوفوا معي عنده واحد قفاة صغير هنضرو بطريس نات نص طوق بواحد طريقة يعني باش بلا ما نخلفوه طريس ناتك في الخلف ولا بشي حاجة كييجي يعني انفيني كما تشوفوا معي هنا غاد بدا في القفطان ديالي كنشدله في الكثيفات دياله هنجمع الكثيفات من الولا وعد باش نبدأ نضيف نص طوق ديالي نخيط الكثيفات ان شاء الله غنضرو بطريس نات بطريس ملون يعني بجوجلوينات نتمنى يبال لكم في التصوار صراحة اول مرة كنشارك معاكم الخياطة بالتراسن هي كانت عندي قبل الماكينة القديمة ما كانش كده تخدم نية التراسن ولا بغيتوا ببنات اللي باغيها كان وريع الطريقة كيفية شريك لت الماكينة ديالي لحسب التراسن ان شاء الله ندلكم فيديو هنا ببنات كنشوف نص طوق ديالي غادين نعبره 27 سنتيم ديال نص طوق حيث هذا قفطان غي صغير ديال بنيتة صغيرة غادين كراني ندير واحد لكلانة صغيرة لحسب نص طوق ديالي 27 فيه صافي من ثم غادين بدا نخيط حتى للتحت ندير الخياطة ديالي حتى للتحت هندير وغيب طرسنة البنات غادين بحشكل طفيرة يعني بحلي ردل السفيفة كتجي صراحة طريقة زوينا مهم طريقة كتجين فيني يعني يشوفك نص طوق ما تعرفوش مني مبدي يعني كجي الخدمان فيني ما نخلفوش يعني في الخلف ولا في العنق انتم ما غاد تابعوا معي الفيديو غاد شوفوا الطريقة كيفاش نخدموه صافي نسدوه من تحت نص طوق التحت نسدوه الخياطة وهاد باش نبدونا نخدموه فيه المفتل ديالنا بعد طريقة هادي صافي غا نبدوه من الأسفل البنات هنفتحو الخياطة ديالنا دائما نفتحو الخياطة وعد نخدموه وغادي نجيب المفتل كيما كاتشوفوا البنات موال مفتل وطراصة را كيكونوا بحل بحل كان عرفو المفتل كان شدوه بالجيهة اليومنا وكان لوو لهيه ماشي جيتنا لهيه يلت في صخرة راها مفتل يلت زيار راها تراصن كيما شدو داك الأول راها مفتل والتاني راها تراصن صافي كان اخدو المفتل ديالنا البنات موالي كان بدوه به في الأول كان فسخوه واحد لماسافة المدار ورين فسخوه باش ما يبقاش مزهير عنا في الخدمة باكا جيش خدمة ساعة زوينا كان فسخوه واحد القياس اللي نخدمو به صافي وكنفتحو الخياطة ديالنا من التحت ضروري صافي ومقو غادين مع الخياطة ندوه زي المفتل هو الأول قو غادين احنا كنفتحو الخياطة ديالنا باش كتجينا مطلوقة نسي وكي تقطع مرة مرة سمحو لي البنات لاتصوار مع التصوك حال ما كيبانش مزيان كانت منها تكون الفكرة يعني واضحة صافي كانت لعوها كاكو ديك الهبطة اللي تحت النصطق عنوصلوا يحد نصطق سا فيو نقطعوه للمفتل ديالنا صافي غادين قطعوه للمفتل ديالنا ودبا غا نبداو تراسل التراسل اللي هو سامبل تاوه غا بداوه من التحت صافي كانفتحو لتراسل ديالنا تاوه كانفتحوه مزيان قبل ما بدو نخدمو بي كانفتحوه صافي وغندوزو معه جنب المفتل كاندوزو التراسل غيب شوية البنس طيب يخصنا نكونو غيمر يقلي الماكينة ديالنا وصافي على التراسل ويكون سبا تزوين وراه يدوزلكو مزيان صافي كانتلعو مع المفتل هكا حتى نوصلو لنستق وغادي نزيد نطلعو مع نستق ديالنا صافي اني كانوصلو لنستق لبنس صافي كان نفتحو ذيك الخياطة كانخليو ذيك سنتيم الخياطة وكانتلعو مع نستق سنتيم والحساب اللي عندكم يعني ذي مخليين في التوب صافي كانحبسو الابرة وكانندخلو الابرة نطلعو الصباط ونضروا مع ذيك الفتحة ديالعنق صراحة هنا كان عصبني السبيب كان كيتقطع ليه كل مرة هنا لبنى ذيك الخياطة ديالكاتيف ضروري نفتحوها مني نوصلو لها نفتحوها صافي كاندورو مع الدورة ديال العنق ديال الخلف يعني بتاني الكاتيف الآخر تهوي كانفتحوه الخياطة دياله ضروري مرة مرة نفتحوه التراصن ديالنا صافي من نفس الطريقة عبتاني نفتحوه العنق الجيال الأخرى كانحبسوه نخليو نفس القياس ونفتحوه وننعليو الصباط ونخليوه الإبرة داخله في التوب عو تاني نهوضوه في نصطق ديالنا بهالطريقة مباشرة كان بطول هرطة أو ثاني معجم بالمفتل ديالنا من الجيال الأخرى كتشوفوه هنا التراصن ديك يتعقد ليه داروري ينفسخوه جوية صافي غنهوض مع المفتل من الجيال الأخرى باش كيكون عنا جوج ديال من الجيال الأخرى ونفتحوها من الجيال الأخرى بشكل مفتل يعني نعمل ثاني ثاني راني بدون من التحت كما تشوفو راني هنا دون المقطع المشالية راني بديتون من التحت وضرت الثاني راني طلع هذا بمعه فاش نوصلو للنصطق كنتوو دكس سنتيم كانتوو هالداخل نطقو من التحت ونضوزو الرسم الثاني سافي تنطوو دكس سنتيم سوف نضيف مع الدورة العنق سوف نضيف مع جنب الطرس دائما في القنية الفتحة العنق نضيف مع الدورة العنق بشوية نضيف تحبسوا الإبراع وتعني دورتو ديلكم وتهودوا مع نصطق ديلكم عادي سافر بنا كما تشوفوا معي بعد ما كملت ما هبطت جوش طرسنات كميلت طرسا التاني دابا غادي نبدو في المفتل اللي بجوج الوينات المفتل والطرس اللي بغيتوا تبدو بي حيث غادي نديروا المفتل والطرسا عن جوج الوينات غادي نبدو من الكتف غادي نفتحو الخياطة ديالنا وغادي نديروا على الدورة العنق ديال الخلف كما تشوفوا معي سافر غادي نديروا مع الدورة الخلف هنا غادي نهودوا مع العنق ديال امام يعني ما غا نديروا للكتف هنهودوا مع نصطق سافر غادي نقواش غادي بها الطريقة كغادي نحن نفتحو المفتل ديالنا ولا الترسان سافر هنا مني نصلوا للفتحاد نصطق غادي نضوروا غير بشوية نحبسوا الابرة ديالنا ونطلعوا السباط ونضوروا لتوب سافر هنا نضوروا مع نصطق ديالنا ونطلعوا عادي سافر باش يجينا داير في نصطق ديالنا غا يجي يعني بحش كل لاراتنا داني نشيط فارة صغيرة هناخد منها غاية بترسنات سافر نضوروا هكا على نصطق نضعوا المفتل ديالنا ولا الترسان باش ما بديتوا البنات مفتلوا بترسان مهم كديروا مفتل ويجنبوا ترسان باش كي يجي ليش كل تفيرة هنا البنات ما غاديش نخرجوا الالكتف هنزيدوا نضوروا واحد دورة ديال الخلف ديال العوق ديال الخلف حتى نخرجوا للكتف الاخر عادي نقطعوا المفتل ديالنا بعد شكل هادا سافر هنا غادي نخرجوا للكتف الاخر ونفتحوا الخياطة دائما سافر هنا غادي نقطعوا المفتل ديالنا وهاد بلاصة البنات اللي كملنا منا منها غا بداوعة وتاني يعني غا نخدو ديال طرسان إلا بديتو بالمفتل غاد اخدو الطرسان كما شتو احنا دوزنا في الول على الدورة ديال الخلف ودوزنا على المسطق ودوزنا على الخلف وعاد وصلنا للكتف الاخر دا بديك الكتف اللي كملنا منو واللي غا بداو فيه الطرسان اللي باش باش تدين على شكل طفيرة ما تشوفو غا بداو منكاتي في الاخر هاد المرة غا ندوزو من الامام ما غاديش ندورو على الخلف هاد الخلف عنا فيه جوج ديال المفتل وندوزو على الامام الى الدورة ديال العنق باش كتدينك ما كتشوفو على شكل طفيرة يعني بحال طفيرة ويغب طرسان صافي كندوزو هكا على نصطق كامل مني كنوصلو الدورة كندورو معاها كيف ما هي دايرة كندورو صافي كنتبعو نفس طريقة كما كتشوفو مع باش كتدين على شكل طفيرة صافينا غا ندورو على الدورة للعنق ونخرجو في الكاتف صافي نحد نحد الكاتف ما غاديش نزيدو العنق الخلف وغا نخرجو من الكاتف هكا باش جينا الخدمان فين ايا يعني بيبقاش نناش طرسان نخلفوه في في الخلف ولا هنا البلاسة اللي كمنا لبنات هو اللي غا نبدو منا طرسان طرسان نسامبل يعني بلن واحد هنديرو معاجب الدفيرة اللي درناها صافي غا ندورو غا ندورو على الخلف على الدورة ديال العنق للخلف وندورو على الامام صافي غا ندورو على النسطق كامل الدورة ديال النسطق صافي غا ندورو اتمنى الشرح يكون واضح لكم طرحة اول مرة كنحط معاكم فيديو ديال الطرسنات يلا بغيتو زي ما نقنحط لكم يعني الطريق هذا الرقلاج دي الماكينة اللي حسب الطرسان ولا الصباط اللي كنخدم به نقولو هالي في التعاليق ان شاء الله ونشارك معاكم ساعة طريقة صافي ندورو على الدورة ديال العنق ونخرجو في الكاتف ديالنا عفوين كندوزو على الدورة ديال العنق الخلف حتى الكاتف الاخر عاد كنخرجو عاد كنخرجو الطرسان ديالنا به الشكل هذا ونقطعوه ومن هنا نفس البلاسة اللي سالينا منها غادي نبدو طرسان اخر من الجيال اخرى به الشكل وغادي ندوزو على ثانية لالامام دورة الامام وندوزو على الدورة ديال نصطق كاملة هيد ديرين جوجة طرسنات كما تشوفو كدجينا نصطق ديالنا داير صافي ندورو به الشكل هذا صافي حد الكاتف وكنخرجو صافي وكنقطعو الطرسان ديالنا كما تشوفو كيجينا هكا على هاتشكيل كنتمنى الفيديو ديال يوم كنت استفتوا معي منو وعجبكم هكا باش كيجين فيني يعني ما كيكونش خلف هكا في الخلف ولا شي حاجة كيجي طريقا فيني ندلو العقيدة العقيقة عفوا في النصطق وكنتمنى الفيديو ديالي نمنعجب ديالكم وتستفدو منو الى فيديو اخر